دكتور احنا بعين اللايف نقدر نبدأ صباح الخير اتمنى انتو تكونوا enjoying so far اليوم الاخير النهاردة معدنا في السيشن التاني هيقدمه دكتور مهندس بش مهندس احمد ضوحي هو مدير مكتب التكنولوجي ترانستير بجامعة النيل غص ايضا بيشتغل كمستشار في الانترابرنيرشاب دي بولمانت في موازمة الامر المتحدة للتنمية الصناعية بش مهندس احمد حصل على الانبي اي مارتين وهيتكلم عن مراحل الانترابرنيرشاب from zero to launch بش مهندس صباح الخير عليكم جميعا اتمنى صوتي يبقى واضح لجميع واضح عظيم جدا النهاردة ان شاء الله يعني هناخد كده رحلة لو انا شاب لسه متخرج من الكلية والعمل على التونز اللي تقدر توصلنا للأبجيكتبز بتاعة الزش طيب خلينا نبدأ كده بفرق سريعة هو ايه الفرق ما بين الستارتاب وما بين الاسم ايه او الشركة المتوسطة والصغيرة استارتاب ليه شركة ناشئة اسم ايه ده هي الشركة الصغيرة والمتوسطة ايه الفرق ما بينهم بكل بساطة لو انا عندي عشر تلاف جنيه انا العشر تلاف جنيه دول ممكن اشارك بيهم واحد صاحبي فتح سوبر ماركت او في كافي يعني في بلادنا دلوقت انتشار موضوع الكافي شوبس فالكافي شوبس دي انا ممكن احط فيه انا عشر تلاف جنيه فيه او ممكن اشوف نيد معينة موجودة عند الفئة المعينة من الناس اللي موجودة في المنطقة بتاعتي وابدأ اشتغل على النيد ديت وعمل لهم سلوشن وليكن مثلا اجزامبل بسيط لو انا العشر تلاف جنيه ديت حطتها فيه فكرة كده شبه اوبر لو انا المنطقة اللي انا بشتغل فيها ما فيهاش مواصلات موجودة بشكل لطيف يعني دي نفس العشر تلاف جنيه اتحطت مرة في سوبر ماركت وتحطت مرة في فكرة زي فكرة اوبر طيب العشر تلاف جنيه في السوبر ماركت مش هضيها خلاص يعني الى حد ما مضمونة بس في نفس الوقت الربحية بتاعتها برضو معروفة انا في سوبر ماركت المفروض في المنطقة الفلانية بيجيني كزا زبون في اليوم على حسب دراستي للسوق فانا اقدر اتوقع قدي ايه عدد الكاستومرز او عدد المبيعات دي انا بعملها شهري او سنوي فهنا بيبقى عندي استميتد بروفت انا باكسب بروفت ومعروف البروفت ده قدي انا اقدر اقول لكم مثلا من مجال خبرتي في بعض الاسواق يعني الجزء بتاع الريستورانس او المطاعم انت تقريبا كده الربح بتاعك تقريبا 35 من 30 35 في المية لو انا حطيت العشرة تلاف التانية ديت في السورت اوب العشرة تلاف ديت ممكن تضيع خلص هنا هاي رسك بس في نفس الوقت هاي ري تير هاي رسك هاي ري تير يعني هاي ري تير لو انا حطيتها زي موضعك بفكرة اوبر كده الفكرة دي مش بتكسب 20 في المية و30 في المية و35 في المية لها ممكن تكسب 1000 في المية خلص والدليل حضراتكم شوفوا بدايات كل من حاجة زي اطلب اطلب.com كان شكلها ايه ودلوقتي بقيت ايه سوق لما اتبعت لامازون اتبعت بقدي ايه شركات زي الشركات النشأة اللي حاكم بتشوفوها دلوقتي سويفل اللي معظمنا بيستخدموا دلوقتي سويفل اتباع ليه آسف سويفل دلوقتي قمتوا سوقية بتتعدى المليار دولار معين هما بدقين في 2017 لو انا كنت حاطت نفسي الفلوس ديت في تراديشنال بيزنس او في كان زاد الزيادة العادية فبكل اختصار الفرق ما بين والاسم ايه هو كمية الحاجات الكتير اللي قدامكو ديه بس انا عايز انا فوكس علشان الوقت على حاجتيني الحاجة الاولى البزنس موضل بتاعي فوق البزنس موضل كلمة بزنس موضل مش البيزنس موضل اللي هما التسع خانات اللي انتم شاهدون من شوية خلاص البزنس موضل الموضل بتاع البزنس بتاعي شكله ايه هنا كريستال كلير ايديا ليه انا الله يحط فلوسي في حاجة حاجة معروفة حاجة موجودة قبل كده التانية او الستارتب احنا بنحاول نفجر او الوي او بنكتشف الوي او الطريقة اللي احنا احسن طريقة بنمشي بيها اثناء شغلنا على البزنس بتاعنا اللي احنا هنخبض النهاردة ان شاء الله تمام الانيشيال فوكس بيبقى ايه اكيد على الريفينيو بس في حاجة فرق بسيط كده ما بين البيزنس والستارتب او الترديشنال بزنس والستارتب الترديشنال بزنس بيفوكس على البروفيتابيليتي خلاص انا بكسب قد ايه ارباحي قد ايه الستارتب بتبص على الگروث انا بنمو بشكل قد ايه بفتح في اسواء جديدة ولا بضيف جديدة ولا ده التركيز على الستارتب الگروث الترديشنال بزنس على البروفيتابيليتي لو بصيت على الريس هتلاقي الريس هنا اللي هو العنصر في الستارت اوب هو هاي ريسك بس زي ما اتفقنا في قاعدة كده في الانتر بس هاي ريسك هاي ريتوري طيب ده يخدنا على تعريف كده لطيف للانتر بوشيب وهي عبارة عن ازاي ان انا اقدر اهانت او اكاش او اجري ورا الفرص اللي موجودة في السوق باستخدام الريسورس سواء الريسورس دي كانت عندي انا شخصية او كانت عندي الفريق بتاعي او ان انا بدور على الريسورس اللي انا حتى لا املكها ازاي اللي املكها خلينا ناخد نفس المثال بتاع اوبر اوبر لما جايه يشتغل في امريكا اوبر قال انا عايز اعمل وسيدة مواصلات الناس تستخدمها تبقى لطيفة شيكة محترمة فيها معينة بس في نفس الوقت انا لا املك العربيات دي طيب هل الفكرة بتاعته وقفت او البزنس بتاعه وقف لا تفكر ازاي يقدر يستغل الريسورس تاني عند ناس اللي هي الناس اللي قد تكون عايزة دخل اكبر شوية من الدخل اللي هما بيشتغلوا عليه دلوقتي وحصل فعلا شركة اوبر وبعد كده جات كريم وبعد كده جات كريم استحوزت على اوبر باكتر من ثلاثة مليار دولار فشركة زي كريم لو انت كنت حطوط فيها فلوسك كاستثمار يعني مئة الف دولار مثلا بعد ما تباعت فالرقم دوت في سبع سنين بس في سبع سنين الرقم دوت الضرب في اضعاف اضعاف كتير 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 فتعريف الانتقموشت عشان برضو ايه الناس باعارفة تماما لانه احيانا عدم معارفة الكونسيبت او المفهوم بيخلي تفكيرنا بيمشي بشكل مخالف يعني لما يقديك او حضرتك طلع فكرتك علشان تاخد استثمارات حيك تباعارف المجال اللي انت بتشتغل فيه ايه لانت بعارف فكر ادارة الستارتبس او الشركات الناشئة ماشي ازاي طيب الرجل تومس اديسون بيقولك انه اي حاجة مش هتتباع مش هيهمي خراها معنى كده انه تومس اديسون كان مخترع بس لا تومس اديسون كان مخترع وفي نفس الوقت كان بيبيع كان عنده مصانع بتبيع المصباح الكهرابي اللي هو اشتغل عليه قد خلينا بقى ندخل في الديفولومنت فيزز او الاستيجس بتاعت الاستارتب فورميشن احنا عندنا استيج كده اسمها الفورميشن بعد كده استيج كديرة اسمها الباليديشن التحقق من الصخرة الحاجات اللي حضرتك بدأت تحطة في جزء فعندنا فورميشن فاليديشن جراف طيب ده جراف كده بسيط بيوضح لحضراتكو تفصيلة التلاتة ستيبس الكبارة اللي انا اتكلمت عنها لو لاحظتوا كده فيها اسمها فورميشن وفاليديشن جراف طيب فورميشن انا علشان ارفور من الستارتاب علشان اخد الخطوات المبدئية في الستارتاب بتاعك لازم يبقى عندي ايه لازم يبقى عندي ايديا الايديا دي جاية من ايه الايديا دي جاية من اكتشاف احتياجات موجودة لفئة معينة من الكاستومرز او العملاء في السوق زي ما اسمعت سؤال من حضراتكو في اخر السيشن اللي فاتت هو انا بعرف الكاستومرز نيت ازاي هنتكلم عن دول فلس بس خليني نبقى متفققية انه بدايتي انا كسرته في جماعة ممكن تيجي من حتتين فلس الحتة الاولى او الجزء الاول انا ممكن يجيني من اكتشاف احتياج موجود في السوق او اكتشاف احتياج موجود عن فئة معينة وانا هكرر كلمة فئة معينة من الكاستومرز دي او من العملاء الكتير في السوق فلس علشان نبقى عارفين ان ما فيش شركة او ما فيش ستارتوب بتبدأ كبيرا ما فيش ستارتوب يعني لو حضراتك جاي علشان تعمل قدامي البرزنتيشن وبتقولي انه التروبات بتاعي او السورفوس اللي انا عملها بتخدم كل الناس الكلام دوت غلط تماما لانه حتى لو هي في وقت من الاوقات ممكن توصل لعدد كبير من الناس لكن حضراتك ما عندكش الريسورس ما عندكش الوقت ما عندكش حتى الهيومن ريسورس علشان توصل لدور فدايما تو بي فوكوس دايما تو بي فوكوس فوكوس يعني ايه يعني ركز ركز على ايه لو انا والله عندي عشرة فيتشارز عايز اعملهم مرة واحدة لا انا اقول لك ركز على اهم فيتشار اهم فيتشار بالنسبة لمن مش بالنسبة لك مش بالنسبة للفريق بتاعك ولكن بالنسبة ليه الفئة المعينة المستهدفة من السوق الطريق التاني ان انا ابقى اشغال على مشروع تخرج مثلا او شغال انا باحث في الجامعة فبشغل على بحث علمي فالبحث العلمي ده تطلع منه بريك فرو تطلع منه حاجة كده جديدة الحاجة الجديدة ديت انا بعد ما احميها علشان اطمن حق فيها بعد ما احميها هبدأ سواءها علشان كده هتلاقوا معظم الشركات التكنولوجية عندها الاران دي سيكشنز خلاص الاران دي دي بورتمانز دي هي شغالة على ايه شغالة على الحاجات الجديدة اللي تقدر بريك تفيد الناس انت ما بتعملش حاجة بعيدة عن السوق ما بتعملش حاجة بعيدة عن السوق وعن الناس لان الناس في الاخر هي اللي هتشتري قدرتك ممكن تبقى باحث عظيم او طالب بتحضر المشروع التخرج بتاعك والمشروع دوت عظيم وكسبت في مسابقات كتير بس فيه فرق ما بين ان انا اكسب في مسابقة لان السؤال ده بيجيني على طول انا اكسبت في مسابقة كذا وكذا وكذا بس مش قادر الاقي استثمار او حد يحط فلوس علشان الفكرة بتاعتي او المشروع التخرج هقولك علشان فيه برق ما بين مشروع التخرج اللي انا بقدمه في قوليتي وبين مشروع التخرج اللي هيطلع منه بايعه للناس خلينا احنا كل ده في مرحلة اسمها مرحلة الفورميشن يمانا اول step بتاعت ان انا ابدأ discovery need اللي موجود في السوق او الاحتياج اللي موجود في السوق وابدأ احط ال proper solution علشان اوصل لحاجة اسمها ايه حاجة لطيفة كده هنا اسمها product solution fit product problem solution fit يعني تبقى ال problem اللي انا قدرت اكتشفها الصغيرة دي انا ببدأ قليق لها solution 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 دوت على قدها بالسوق خلاص طيب بعد ما بعمل المرحلة دي ببدأ بقى في الجزء بتاع discovering او ان انا بديفلوب mission vision بتاعتي strategy برضو خليت بالكم من حاجة معينة انه الجزء بتاع mission والvision والstrategy لما اشتغل على اسم ايه الشركة الصغيرة والمتوسطة اللي احنا اتلمنا عنها في الاول بيبقى واضح كتير بيبقى واضح قوي عشان كده بنعمل لها دراسات الجادة خلاصة هنا حنا بنعملش دراسات الجادة هنا بديها من business plan business plan معدلة او بتتعدل اول بول اول بول ليه مهما حطيت من strategist لما تيجي تنزل في السوق هتكتشف حاجات جديدة ليه جديدة لانا حاجة بتشتغل على حاجة جديدة او concept جديد بتقدمه للناس علشان كده بنروح لخطوة validation او التحقق من ال ideas اللي بنسميها ال lean phase او lean starter هتكلم برضو عنها ان شاء الله اثناء ال session علشان اوصل لحاجة اسمها حيث وصلت ليه ال problem solution fit يعني انت تأكدت بنهاية الخطوة الاولى ان ال problem بتاعتك او solution بتاعك بيفتل ال need او احتياج اللي موجود في السوق طيب وفي نفس الوقت قدرت تلاقي vision وال mission بتاعتك تخطها بعد كده قدرت تتكون التيم التيم دوت اللي هيمشي معاك باقي رحلة او خطوات عمل الشركة طيب ال validation زي ما قلت اللي هو التحقق من كل بقى الافترضات اللي انت حطتها في الخطوة الاولى ثم مرحلة growth growth او scale up scale up ازين ان انت تكبر ازين تبدأ تحصل على استثمارات استثمارات ليه علشان تفتح في اسواق جديدة علشان تتوسع علشان يبقى عندك customers كتير علشان المستثمرين يبدأوا نشوفوا فيك opportunity كبيرة علشان يحطوا الفلوس خلاص على فكرة بنهاية مرحلة scale up ده انت عندك فريق من اتنين يما ان انت بتكبر قوي 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 خلاص وبتتحط بقى بتلست في الاي بي او او في البورسة زي الشركات كتير اصل لها كده زي اوبر مثلا او ان انت بتعمل exit يعني يعني بتبيع الشركة زي ما كريم بقى في اوبر زي ما واتساب بقى لفيسبوك ده دي مرحلة ال exit خلاص وبعد كده بتطفل بقى businesses تانية طيب اتفقنا انه احنا بنشتغل هنا على opportunity identification خلاص فين ال opportunities اللي موجودة في السوق ال opportunities دي بدور فيها على ايه بدور فيها على حاجة تبقى شغلة بال النس او فئة معينة من العملاء في نفس الوقت solutions المتاحة مش كتير او solutions المتاحة فيها مشكلة يعني still need او الاحتياج بتاع ال customer ده ما حصلدوش complete satisfaction او الرضاء الكامل دي بعض ال examples للشركات يعني يعني وظف for example وظف من زمان كده زمان 2010 لما بدأوا الشركة او ال online business بتاعهم كان على ايامنا احنا علشان نتخرج من الكلية ونطلع نقدم في وظائف فكنا بنتبع السيبيهات بتاعتنا واللي ساكن في المحافظات بعيدة كان بيركب القطر وبيروح يقدم في كل شركة يجيب عنوين الشركات من الدليل التليفونات زمان بقى او كده وبتبدأ او من ال recommendation وبتبدأ تروح تعدي على كل شركة ممكن بقى تعود لك بالشهر مثلا في القاهرة علشان ايه على بالمحضرتك توزع السيبيهات بتاعتك اللي ممكن تفرمي على الباب بتدخلش الشركة اساسا انت حضرتك من بره بره كده بيقابلك بتاع الامن بتجيب سيبيهات وتتكل على الضغط طيب وظف جيه عمل ايه لا هنا opportunity طب ليه ما عملش بلاتفورم البلاتفورم ده يبقى يقدر يوصل وانت قاعد في بيتك تقدر تعمل بروفايل او السيبيهات بتاعك على البلاتفورم ده وبعد كده هذا البلاتفورم يقدر يوصل لك ليه او تقدر حضرتك بكليك واحدة تقدر تقدم على الشركات اللي انت عايزة وبنفس الوقت اللي بيشوف اللي بيشوف الفايل بتاعك HR ما بيشوفوش بتاع الامن يعني يحطه ينساه ياكل عليه ويلفي السندويتشات فيه تاهمين قصدي؟ فهنا جات فكرة وظف طيب وظف دلوقتي من اكبر وانجح الشركات او الستارتابس على مستوى الوطن العرب طيب ليه في عشر سنين بس ايما خلاص لو انا بشتغل على ترادشنال بيزنس مش هوصل زي وظف خلاص قيمة وظف السوقية بتتعدى دلوقتي المية مليون دولار زي ما قلت لكم السويفل بدأوا في الفين وسبعتاشر الفين واحد وعشرين قيمة بتتعدى مليون ونص مليار دولار كريم في سبع سنين وعلى فكرة اقروا كده يعني ياريت الشباب اللي عايزين يشتغلوا على افكار مشاريع او عندهم مشاريع تخرجوا يشوفوا اللي سبقونهم عملوا ايه لان ده بيوفر على حضرتك كتير جدا 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 خلاص طيب كل النجاح ده وجيه من ايه يا جماعة طلبات اللي هي كانت قطب الزمان خلاص اللي هي بدأت سنة 98 كل اللي حصل ايه والله انا بقعد في الشغل فترات كبيرة فممكن ابقى محتاج اكل من بره خلاص ليه في نهاية التسعينات حصل ده لان في نهاية التسعينات كان فيه اكتشاف النيد اهو اكتشاف النيد في ايه ايه البروبلم انه بدأت شركات كتير تبقى موجودة كقطعة خاص شركات من بره تطفل مصر حضرتك بقيت بتقعد في البيت بره البيت فترات كبيرة فمحتاج تأكل خلاص مش هتقدر تتغدى في البيت على البال مطر واحد تبقى ستة سبعة بلبيت هتعمل ايه عايز اكل طيب هاكل منين انا عندي منيو او اتنين طيب دول كفاية لا انا عايز اوريك منيوز ومطاعم كتير فكرة قد تكون بسيطة لك الفكرة ده جابت ملايين طيب استيل برضو احنا في مرحلة احنا محتاجين نعرف ايه هي الريال بروبلم خلي بيلك هنا دايما بضرب المثال في الريال بروبلم بحاجة معينة انو انا قد يكون عندي صداع الصداع دوت لو انا قلتلك انا عندي صداع هتقولي خد سبرين خد باندول خد مش عارف نوبالدول او الحاجات اللطيفة دي كلها حضرتك ما اكتشفتش الريال بروبلم حضرتك اديتني حاجة للعرض اللي باين عليك مش لاصل الصداع ده جاي من ايه جاي من جيوب انفية نظري ضعف مش نايم كويس عامل مجبود زيادة كل ده حضرتك وحضرتك مطالبين ان انتو تعرفوه ايه هي الريال بروبلم طيب انا بعرفها وانا قاعد في بيتي لا بعرفها في الشارع بعرفها بسؤال طرج الكاستمر اللي انا عايز اوصله او اللي انا عايز اتعامل معاه هنعرف ازاي طيب عايز اعرف مين الكاستمر بتاعي ايه هي النيدس ايه هي الجينز او البنيفتس اللي هو هيبدأ ياخدها او يكتسبها باستخدام البروبتس او سيرفز بتاعتي ازاي هقدر اعمل فلوس من ده ده سؤال مهم جدا خلاص يعني دايما بنقول كده دون تفون اللوف ودير ايديا خلاص او السلوشن بتاعك ما تحبش السلوشن بتاعك قد ما انت بتحب فكرة البزنس ليه ان انتو ممكن لو بتحب السلوشن بتاعك انا مع السلوشن بتاعي وانا مقتنع حلو جدا انا مقتنع بس في نفس الوقت لو ما جابش فلوس يبقى فيه مشكلة يبقى فيه حال غلط طيب ايه تاني ايه هي النيتز بقى اللي نت ديسكافرد لغاية دلوقتي او اللي نت ستسفايد لغاية دلوقتي في السوق اللي بيفرق الحاجة بتاعت حضرتك عن السوق كتير بقى جدا من حضرتك ييجي يقول السعر وييجي كده وهو يعني يوثق بالنفسه ان السعر هو النيتزة التنفسية بتاعتي لازم اخلي بالي وانا بشتغل على جزئية السعر داية في حاجة معينة انه لو السعر دوت انا حاسبه بطريقة غلط يبقى البيزنس بتاني ماشي غلط زي برضو ايه انا بحاول لدي تبس كده واحنا ماشيون في السكة انه احيانا وحضرتكو بتحسبوا مثلا اسعار المنتجات او السورفز وعايزين تقدموها ما بتحطوش في الاول الجزء بتاع المرتبات بنبقى شغالين من بيوتنا فبنحطش جزء الرينتينج مثلا او الايجار بنبقى بنبقى ففيه كزا ايتم كده حاجة ما بتحطهاش في التكاليف اساسا عشان يظهر ان حاجة بتدير بسعر بسعر بسيط بمجرد ما حاجة بتتعرف والناس بتبدأ تشتغل او بتشتري البروبات بتاعك بمئة دولار ناسا او بمئة جنيه تبدأ حاجة تاخد بالك ان فيه كوست لازم تدفع حاجة تبدأ تدفعها بعد كده المنتج اللي انت كنت تعالجه بمية بقى بمتين جنيه والنافسية بتاعتي هي السعر لازم ابقى متأكد ان الرجل الكبير او الناس الكبيرة اللي موجودة في السوق ديت مش هتاكلني يعني مش هتاكلني يعني هو ممكن يتحمل هذا الفرق من السعر علشان يطيارك من السوق فتراي تو فوكس على التكنولوجي تراي تو فوكس على كواليتي تراي تو فوكس على كاستومار ريليشنشيب زي ما اتكلمتو فيه الفايرس اف انوبيشن فيه السيشن اللي فاته طيب حاجات تانية يا جماعة و احنا بنتكلم او 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 فولوينج اوب الكلام على الاوبرتونيتي او ايديتفكيشن وعرفنا ان احنا نعرف العميل بشكل كويس احتياجات العميل ايه هي البروبلمز ايه هي الريال بقى البروبلم اللي انا هشتغل عليها مين بيقدم حلول مختلفة عني جوه مصر او برا مصر او برا الاريا اللي انا بشتغل فيها او اعج فيها ان انا ببدأ اشوف السلوشن خلاص انا عرفت البروبلم وقدرت اوصف البروبلم دي فبشتغل على السلوشن خلي بالكو بقى ان هنا فيه جملة عظيمة جدا اسمها انه السلوشن مش هو التكنولوجي ومش هو الفيتشل بس فيه فرق ما بين الفيتشور والبنيفت بنيفت انا هستفاد ان انا اشتريت حاجة تصار رفيز كواليتي عالية كارسومار ريليشنشيب هيلة وقت اقال في الدليفري هكذا الفيتشور بقى هو الحاج وحضرتك بتحطوه علشان الناس تقدر توصل للبنيفت بس فيه فرق ما بين البنيفتس وبين الفيتشورز لو انا عندي لمبة من اللمبات الموفرة دي فالبنيفت فيها انها بتقلل لي استهلاك الكهرباء بتقلل لي استهلاك الكهرباء لكن بتخلينا ادفع فاكور الكهرباء قليلا لكن الفيتشور ايه لونها ابيض مش عارف بتطلع كم وقت ده الفيتشور مش البنيفت خلاص؟ فبليز لازم تبقى عارف ايه الفرق ما بين البنيفت والفيتشور علشان عارضك قدام الكاستومر بيفريك كتير في البداية بتاعت الستارتوب بتاعتك طيب ايه بقى اللي بيساعتني ان انا اعرف كل ده حاجة اسمها زي ما اتخدتوا كده البيزنس مودل كامبس اللي انا هتناوله بشكل سريع هنا فيه حاجة اسمها البيزنس كامبس ده كامبس علشان اطلع البيزنس بتاعك دي الكور دي الحاجة اللي احنا هنشتغل عليها بعد كده لما اقولك ايه هي البيزنس بتاعته هتقول لي مثلا الراحة اطلب ايه هي البيزنس ايه الفرايتي انا بموبايل افليكيشن واحد بقى ادر اطلب من كل الدنيا ووظف ايه هي البيزنس بتاعته الاكسيسابيليت ان انا بوصل لشركات كتير في نو طايم انا عايزك توصل لدي ايه هي البيزنس بتاعتك بنتناول هذا الكامبس اللطيف من موقع موجود برضو اونلاين على جوجل اكتب بس البيزنس بكامبس هو بيتكون من ناحيتين او جزئين الجزء الاول اللي هو بنسميه الكاستومر بروفايل متعرب بقى الكاستومر بتاعك خلاص ايه هي الكاستومر جوبس ايه الكاستومر جوبس هي احنا بنبدأ من اليمين كده يعني الكاستومر جوبس ديه وظائف اللي بيعملها الكاستومر علشان ياخد ايه او يحصلوا الستفاكشن في الحتة المعينة يعني ايه برضو بكل بساطة كاستومر جوب مثلا لو انا عامل موبايل ابليكيشن علشان الاكل فايه هي الكاستومر جوب بتاعت العميل العميل بيحس بالجوع بيبدأ يدور على اوبشنز بيبدأ يشوف الفلوس اللي معاه قد ايه ففيه فيزيكال افورت بيعمله فيه مينتال افورت بيعمله فيه فلوس بتطلع كل دي الجوبس بتاعت العميل علشان تقدر تطلع منها هي ايه الحاجات اللي سببت للعميل بين او قلم هي دي اللي انت هتشتغل عليها وايه هي اللي بيسبب له الجين انت الكاستومر يحس ان هو يعني فيه حاجة مكسب مكسب لما انا اشبع وما ادفعش فلوس كتير ده لو انت بتشتغل على كاستومر سيجمانت معينة في كاستومر سيجمانت يبقى مش بس الشبع الوقت بالنسبة له اهم ان الاكل يوصل لأسوني سوفاً فلوس ان يوصله في اماكن بعيدة فعلى حسب الكاستومر سيجمانت او الفئة المستاخدفة اللي انت بتشتغل عليها هي دي بتطلع لها الكاستومر جوبس اللي انت بتطلع منها البيانز والجيز طيب خلصنا الجزء دوت بنبدأ نشتغل على انت بقى هتعمله الجزء التاني يبقى الـ Value Proposition Canvas بيتقسم نقحكتين الـ Customer Profile Map والـ Value Proposition Map ايه بقى الـ Pain Relievers لو حضراتكم خدتوا بالكم كده خلاص احنا هنا كان فيه Pains خلاص الـ Pain القلم دوت انا عايز اسكن او اخفف القلم ده هعمل ايه بقى ايه الـ Pain Relievers Gain فيه Gain معينة طيب ازاي اعظم من هزا الجain الجain Creators خلاص طيب باستخدام الـ Product و Service بقى اللي هي اللي هي الـ Features اللي هضراتك احنا قطها فهنا انت بتتكلم في Benefits في الـ Gain Creators والـ Pain Relievers وفي الجزء بتاع الـ Product و Service بتتكلم على الـ Features بقى اتكلم على الـ Product و Service بتاعتك بالتفصيل خلاص فده شكل لطيف سريع تقدر تشتغل عليه بحضرتك والـ Team بتاعك علشان تقدر تعرف هو احنا Value Proposition بتاعتنا ايه انا مش هادر رجيب الـ Value Proposition بتاعتي او القيمة المضافة بتاعتي غير لما اعرف الـ Real Need بتاع زي ما قلتلكم ده Homework It's your Homework محدش هيعمله مكانك خلاص اه ممكن اشتغل بقى Online شوية عشان اصرش على الخلول اللي موجودة وايه هي المشاكل اللي فيها وقرأ الـ Reviews بتاعت الناس بس في نفس الوقت ده مش هيغني عن ان حضرتك تاخد sample من customer segment بتاعك وتسألهم بنفسك طيب كلمنا على Value Proposition Canvas وقلنا ان هو بين اسم لجزئين وهدفه ان انا اطلع بالـ Value Proposition بتاعتي اعملت Opportunity Identification بدأت اشتغل على السلوشن بتاعتي عرفت Value Proposition عايز عمل Validation خلاص فاكرين انتو احنا كلمنا على Information وقلنا انو يبقى فيه و Vision و Strategy وقلنا ال Strategy ده ممكن تتغير وهي هتتغير لان حضرتك دلوقت يشتغل على جزء Validation التحقق من الافتراضات انا كل اللي انا كنت كذب ورده افتراضات انا عايز اتحقق من هزي الافتراضات خلاص الافتراضات ديت التجارب التجارب ديت بتقول لي يا الافتراضات بتاعتك كانت صح او الافتراضات بتاعتك كانت غلط عيد تاني كل ده علشان اوصل لايه الحتة اللي انا underline ال Faster Informing ودي Risked Decisions انا عايز اوصل لل Decisions انا اخترط ان العميد بيدفع فلوس كذا وان التن بتاعته في الفلوس ده افتراض اتحقق منه ازاي اتحقق منه ولا سيبه كافتراض عندي اتحقق منه ازاي عن طريق بعض الحاجات خليني بس ايه هديكم كده مثل ما بين حاجة اسمها Waterfall والline approach الwaterfall approach يا جماعة هي ان انا ودي فيه يعني شباب كتير بيبقوا شغالين على مشاريع او ابحاث وبيبقوا شغالين بالطريقة دي فلاص اللي هي الwaterfall approach انا متأكد ان انا ماشي صح ان الحاجة اصدقوا ان انا اطلع عليها السوق علشان يشتروها فببدأ بابلد السلوشن بتاعي واحدة بواحدة بواحدة بياخد مني ستة شكور بياخد مني سنة بياخد مني سنتين وفي الاخر ده بيكون سيوم تايم اكبر وبيعلي الرزق ليه لان حضرتك بعد كل هذه المراحل اللي انت ما استشارتش فيها وما رجعتش فيها للعمير علشان تاخد رأيه بتبدأ تقدم له السلوشن بتاعك للأسف لو كان السلوشن بتاعك مش عاجب العميل انت كده انفقت فلوس كتير جدا 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 فهي وفي نفس الوقت انت بقيت في لانت مش بترجع تشتغل على البروجيك ده تاني وفي نفس الوقت انت ما عملتش تجارب فوقعت عشان كده اسمها الوتر فول فإحنا بننصح للشباب اللي زي حضراتك اللي عايزين يعملوا ان احنا بنتابع اللي هي جزء بتاع اللي ان انا بعد كل خطوة بعمل تجربة بقي الاعادة ده يعني انا بدل ما هنا ببدأ بابلد بابلد لا انا عند كل خطوة حتى بتاعك يعني انا هعمل موبايل افليكيشن انا مش هستنى موبايل افليكيشن بالكامل بتاعتي وتطلع علشان اقدمه العميل لا انا بعد كل خطوة بسأل مجموعة من العملاء احنا قلنا نشتغل على شريحة الشريحة دي بناخد منها سامبل هما دول بنشتغل معاها بريليس وبعمل قالولي تمام بكمل قالولي لا فأرجع تاني وعدل فهي بتعتمد على اعادة كتير او كتير فجارب كتير علشان اقلل ريسك اقلل الوقت اقلل البودجت تمام طيب فيه اجزامبلز كتير في الجزء ده جماعة وفيه فورمز كتير جزء بتاع البليديشن لانا مش بس بفاليديت السلوشن انا بفاليديت البروبلم بفاليديت البزنس موضل بفاليديت البليديت البروبوزيشن بفاليديت الكسومر سيجمنت نفسه كل ده انواع من انواع اللي انا هتكلم عنه هنا بعد الجزء بتاع البليديشن انا بس عايز اديكم نظرة سريعة كده قبل ما نتكلم على البليديشن في البروتوطايف انا انا اعز اعمل بروتوطايف او اعز اعمل فاينل اعمل فلا اعمل ايه اعتقد الجزء دوت او سريع جدا بس أنا علشان ما ينفعش الجزء دوت ما يتمش تناوله فلسيشن لانه هو جزء من اجزائي المهمة وانا بشتغل على فكرة بتاعتي فالبزنس موضل كانبس او الماين بلدنج بلوكس احنا اتفقنا ان احنا ما فيش حاجة اسمها انه انا بشتغل على كل الناس او انا بقدم شريحة سلوشن لكل الناس انا باختار شريحة معينة من الناس بشتغل عليها الشريحة ديت لازم تبقى متوفقة في بعض الحاجات احنا في بنفلتر عليها الناس اللي هي ال السايكو جرافيك الديمو جرافيك البيهيفيرل والجزء الجيو جرافيك خلاص الناس دي موجودة فين رجالة ولا ستات اعمارهم قد ايه الفاميلي سايز بتاعهم قد ايه الوظيفة شكلها ايه السلري شكله ايه كل الاتم اللي انا بتتكلم فيها ديت تبدأ تعرفك انت بتتكلم في ايه او انهي الشريحة اللي انت بتستهدفها او اللي انت عايز تشتغل معاها طيب هنا جاي بامثلة بي اوبر من على الويب سايت اللي انكم موجود عند حضراتكم الوظيفة الوظيفة زي ما قلنا خلاص احنا عرفنا بالرجل الوظيفة بتاعتنا شكلها ايه من اللي فاتت طيب الوظيفة زي ما وابدالكم ممكن تبقى في ممكن تبقى في ممكن تبقى في البرفورمانس ممكن تبقى في الديزاين شوف بقى كمية الشركات اللي حضراتكم او البرندات اللي حالكم بتتعاملوا معاها يوميا تليفونك بقى شكله ايه ولا العربية اللي انت بتستخدمها ولا الفيسبوك شوف كل واحدة من دول بتاعها ايه طيب طبعا اوبر بيوفر 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 الناس اللي بتركب العربيات ديت اللي هو احنا اللي بنستخدمها والناس اصحاب العربيات او شوف دوت بيديلو ايه كفاليو وده بيديلو ايه هوصل ده ازاي للشانل هشتغل اوفلاين وهشتغل اولاين هل بتاعي خالي بالكم مش شطارة مني ان انا اشتغل على كتير ولكن الشطارة ان انا اعرف بتاعي اسهل واسرع طريقة اوصلوا بيها ازاي للشانل ممكن تبقى موبايل افليكيشن زي ما قلتلكم ممكن تبقى سوشيال ميديا ممكن تبقى through الوفلاين وي الوفلاين channels هحافظ على علاقتي مع العمل بتوعي ازاي وده اهم جزئية جماعة ويمكن ديت من وجهة نظري ان دلوقتي الانوفيشن الانوفيشن عمدنا هنا كده في مصر بقى نظم الستارتبس يتشتغل على الجزء بتاع الكاستمر ريشنشي بشكل كويس لانه ان انا اعمل الانوفيشن في البرودكت مكلف ان انا اعمل الانوفيشن في السيرفز مكلف هو مهم اه مهم بس اللي في نفس الوقت ممكن يديني ريتورن عالي باستخدام البرودكت بعد كده ان شاء الله يعني او حضراتكو يعني نبدأ نسرش عنها ازاي اعمل حاجة اسمها customer retention وايه الفرق بين customer retention وال customer acquisition هجيب عمرة جديدة ازاي وال customer retention بيكلف قد ايه ان انا احتفظ بالعمرة بتاعتي بيكلف ستة مرات اقل من ان انا اجيب عميق جديد كل دي موجودة كاحصائيات ممكن حضراتكو ترجعوا لها ونبدأ نشوف بتاعك ازاي ان انا احافظ على العملة الموجودة عندي وزاي ان انا طبعا اجين او اكسب عملة جديد طيب والله اوبر بيعمل ده ازاي من خلال الريتنج والفيدباك سيستم انا بحيس ان انا رأيي مسموع بقدر اعمل الفيدباك بتاعي عندي customer support معين الكلام دوت كله بيحصل automated انا مش محتاج ان انا اكلم ويقطعني بالساعات علشان ياخد الفيدباك بتاعي كل دي حاجات من الحاجات اللي تشتغل عليها اوبر طيب هكسب ازاي او هكسب منين هنا يا جماعة اسمها revenue streams هكسب منين ايه streams او ايه هي channels اللي انا هكسب من خلالها والله هكسب من خلال بيع product هكسب من خلال بيع service هكسب من خلال بيع product service انا ممكن ابقى ببيع product معين والproduct دوت بينزل عليه service فانا بكسب من اله اتنين ممكن ابقى بكسب باشتراك طيب مين اللي بيقول لي كل ده هرجع واقول تاني لو انا مش عامل analysis كويس للسوق مش عامل analysis كويس ل customer segment او مش عارف customer segment بتاعتي كل اللي بقي غلط لان انا هفطرض ان هما هيبيعوا هيشتروا product ممكن يبقى product بتاعي غالي انا مش هيشتري product هو هي اتجر او مش هيشتري product بس انا هتحض وسيلة تمويل علشان زي اللي بيحصل دلوقتي مثلا في العقارات دلوقتي وفي العربيات وفي كل حاجة فلس موضوع التقصيد لو انا ما عنديش قدرة ان انا انا عايز فلوس كاش انا مش عايز تقصيد فانا بيوفر له gateway يقدر ياخذ من خلالها product او service بتاعي بالتقصيد زي ما بيحصل دلوقتي في التعامل ما بين الشركات وما بين البنوك فلازم اعرف طبيعة ال customer بتاعي ويقدر يدفع ازاي يقدر يدفع ازاي زمان كان اي حاجة تنزل عندنا هنا مصر ويبقى الدفع online او الدفع بالcredit كان الناس بتقلب دلوقتي خلاص دلوقتي لما لما كنت في امريكا مفيش حاجة اسمعها ان انت تشيل فلوس كاش في جيبك يبقى بيستغربوا لما انا بدفع كاش اعمله معك او مع الشركة بتاعك طيب الkey resources انا مش هشتغل بدا انا هنا او الجزء اليمين ده انا كنت باشتغل على الجزء الشمال ده الجزء بتاع الoperation انا هجيب يعني هعمل كل ده هعمل الجزء اللي عالمين ده ازاي فمحتاج resources اخلي بالي ان resources زيت عندي resources human عندي resources physical resources باس عندي فلوس عندي cash عندي خبراتي وخبراتي الفريق بتاعي وعندي حالة ماها interaction property او الملكية الفكرية هل الشركة بتاعتي تملك ملكية فكرية ولا لا يعني ملكية فكرية عندي برات اختراع عندي copyright الحقيقة لا تتباع ان الملكية الفكرية ممكن تباع او يحصل الله برخيص كل ده انا resources هعمل بها activities اي هي المين activities بتاعتي واحد واثنين وثلاثة واربعة بكيب الرو materials من حتة الفلانية الoperation بيتم مش عارف ايه والmarketing والسيلز والكاستومر relationship ده key activities مش معناها ان هي كل هي key activities طيب احنا ليه بنعمل business model لا احنا بنعمله على ورقة الورقة بتبقى مفروضة قضام حضرتك بتستخدم عليها sticky notes وبتبدأ تحط في افتراضات كل ده حضرتك بتعمله برضو validation طيب من key activities بتاع كوبرن هو add more drivers riders expand in new cities add new features انت عارف بتاعتك في المرحلة دي محتاجة ايه او عايزة ايه طيب كان عندنا key resources اشتغلنا بيها على activities activities ازاي في حاجات انا اقدر اعملها بنفسي في حاجات ممكن اعملها بالاشتراك مع partner الpartner دوت يبيعمل الحاجة دي احسن مني يبيعملها بتكلفة اقل مني احسن مني او اقل مني الpartners ممكن يكونوا كذا كذا على حسب طبيعة الstartup بتاعتك بتشتغل في كل دوت اللي احنا بنتكلم فيه التمانية blocks دول بيصبوا هنا بنقولها للstartup وقلتها لكم اول السشن ان انت احيانا كتير بتبقى عامل pricing بطريقة غلط بطريقة غلط ليه ان انا وانا في الcoast هكتش كل الcoast طيب زي ايه زي الايجار حتى لو ما بتفعش الايجار في اول سنة انا قاعد بشتغل انا والفريق من البيت بتاعي او من محل بتاع حد من عندنا او في شقة من الشقة اللي موجودة عند حد من اهلين بس ما بدفعش ايجار هحط الايجار طيب احنا مش بناخد مرتبات هلا حطها ولا محط هاش حطها لان انت بعد كده هتاخد مرتبات وهكذا بقى وحاجات كتير فلو انا عامل بشكل غلط لو انا عامل ممكن يبقى في تكنولوجيا حيشتغل عليها في ماركتنج اكتيبيتز ايه 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 انا مش هسجل الشركة بتاعتي وانا مش هبقى عندي اتجاه الدولة اللي انا بشتغل بها الضرائب والمفروض اصدد هزي الضرائب كل ده معاوجود تفهيلات طبعا في الجزئية دي في معظم الدول كل ده كل خطوة من دول يبقى معايا المنتر دوت بيقول انا ماشي صح انا ماشي غلط مش هو اللي بيقول اعمل وانا ما تعملش ده بيشرف على الشغل بتاعي ده شكل البيزنس مودل كان بس اللي حضراتكو بقى اخذتو الانوبيشن في البيزنس مودل كان بس في نفس الوقت كان لازم تقدر توصل لحاجتين الفاكرين ساعد ما قلنا البروبلم سولوشن فت والبرودكت ماركت فت او السولوشن ماركت فت انه يبقى ماركت فت طيب انا اتأكد بقى ان البيزنس مودل او فعلا انا مختار ومقدم له سولوشن بس هو ما شافش السولوشن هو عايز شوف السولوشن طيب بتاعي ونبدأ نبلد بقى الحاجة العظيم اللي احنا عايزين نطلعها وفي الاخر الناس متاخدهاش او متشريات ونشتغل خطوة بخطوة عشان نشتغل خطوة بخطوة ففي حاجة اسمها الان او هو اقل في او اكبر او حضرتك بتقدم يعني انا لو هقدم عشر منهم فأنا ببني الان اخذ رأي الناس طبعا في ممكن تتناول بالتفصيل وانا شخصيا بنعمل زي ديت في المركز الالتكنولوجي ولاية الاعمال او في مكتب في جامعة النيل الانفي ايه 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 جايب جايب لكم عشان تعرف بس يعني في ناس ممكن تبقى سمعيني برضو ايه يعني ايه 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 حضرتك ده الالتكنولوجي اللي عليمي انا جوا اعطوكو طبعا كلنا عايزين نفطر على الصبح ده الانفي الانفي اهم حاجة في السندويتش ده ايه جماعة حاجتين خلاص طبعا الطعمة بتاع البرجر صح والطعمة بتاع العيش نفسه اللي فيه البرجر بعد ده كله حشو طيب انا علشان بدل ما بلد العظيم اللي على اليمين دوت مرة واحدة لأ انا ببدأ بلد الانفي باخد فيه رأيي الناس خلاص طيب زي ما قلتلكم فيه انواع كتير من ابسط الانواع اعتقد مفيش حد ما يقدر يشتغل عليها هي paper prototype انا اعمل paper prototype انا عايز اعمل mobile application بألوان فلانية التابس بتكون مش عارف كذا الناس بتدخل تعمل profile شكل وكذا والله بدل محضورتك تعمل وتدفع فلوس للdeveloper عشان يعمل دوت اعمله على وراء وقصقصه كده ووريه لسامبل من ال custom assignment بتاعتك علشان توصل لإيه اللي احنا كنا متكلم عليه الفيدباك اهم حاجة الفيدباك اللي هقدر بعد كده يديني ال green light ان انا اكمل او لا في مشكلة هرجع اعدل وابدأ اعيد التجربة مرة تانية كل ده احنا ما بننساش building the right team التيم اللي انا بختاره مش عشان هم صحابي مش عشان هما في التيم بتاعي لازم عندهم ال commitment خلاص ان حضرتك تجيب team founders founders يعني مشارك حضرتك في الشركة بتاعتك باقي اعضاء الفريق ممكن يبقوا موظفين بتتفعلهم في لازم كل دول يبقوا بشارك وحضرتك في vision احنا عايزين نوصل دقيقل خلاص عندهم motivation علشان مش اول offer يجي لأي واحد فيهم يسيب حضرتك وينطلق لالشركة التانية لازم تبقى بتدور على skills معينة ability knowledge experience معينة في التيم مش بس علشان هم قريب او صحابي زي للأسف ما بنشوف كتير من شباب بدأ المشاريع بتاعت مهندس احمد انا عايز اتأكد لو قدام حدري خمس دقائق لان في برضو اسئلة يعني اقل من خمس دقائق تمام فلازم يبقوا بيشير معك نفس البجن ده بتتأكد منه ازاي بتتأكد منه من خلال اكتر من حاجة منها منها يعني انا انا يعني الجزئية دية بدأ الشباب كتير يعملوها قبل ما توظف ادي فترات تدريب خلاص زي او دي بتبدأ تشوف فيها فعلا الواحد او الواحدة اللي شغال معاك او اللي يشتغل معاك دوت بيشير معاك نفس الموطف ولا لأ عنده كوميتمنت ولا لأ هل بتاع الاسمت انتو كنتم متوقع وليقيته اثناء الشغل ولا لأ كل دي حاجات ممكن تشتغل بيها علشان تبلد خلي بالكم من واجهة نظري اللي بيوقع الفرق او اللي بيوقع على الستارتابس مش الفلوس اللي بيوقع على الستارتابس التيم حلص لانه دلوقتي سواء في مصر او في الوطن عربي او في العالم في فرص كتير جدا وفي فرص تمويلية كبيرة جدا وكتير جدا لالستارتابس يعني ولو اتيح الوقت ممكن اقول لكم على بعض الانكيبيتر او الانكيبيتر اللي موجودة على مستوى مصر او الوطن عربي طيب الستارتاب فينانسين سايكل انا برضو قلت اجيب لك حضراتكم هذه الاسلايد علشان تبقى عارف والله انا فين احنا في الاول بنبقى شغالين على وقت معين في ريفينيو بنبقى شغالين بنخسر بنخسر هنا حاجة اسمها value ودي الموت ده اللي معظم الشركات بتموت فيه اللي هو اول سنة او اول سنتين من الشغل لغاية نحيك بتحقق كل ده حضرتك بتحتاج حاجة اسمها seed fund علشان برضو ايه انا مجيش هنا يقول لي والله انا عايز اروح ل VC يبقى سامع كلمة VC جديد او venture capital جديد ولا انا عايز اروح ل VC هل VC ممكن تستثمر فيه ايديا اللي بيستثمر في الشركات شغالة طيب هي الشركات دي بتبقى مسجلة ولا لا طيب بتبقى محتاجة كم سنة بتبقى بتدخل ارباح بقى لها كم سنة علشان VC او بتاع اللي هي بعد seed capital يبقوا محتاجين يحطوا معاها فلوس كل دي حاجات محتاجة ان انا اشتغل عليها او اعرفها فانت قدامك لو احنا هنا بنتكلم على بداية خطوات فانا هنا في المرحلة دي المرحلة الاولى اللي هي على الشمال انا قدامي seed capital طيب انا قدامي هيسمها three F's اللي هي family friends and fools family ان انا باخد من قريبي فلوس باخد من اصفابي استغني عن فلوس وبدأ تستسمع او تشتغل بيها او بتتجه الى بعض الانكيبيتر اللي موجودة في مصر مثلا زي انكيبيتر start IT مركز في مركز لها تكنولوجيا وراءة العمال في بما اننا في جامعة النيل نتكلم على night او الحضنات بقى دي كزا حضنة في مبادرة رواد النيل في flat six labs في مش start ايجبت في في وفي في حال كدير اسمم ان انا اطور انا اعرف انه مناسب زي ما انتو يا ما بتختارو يعني مش اي فرصة بتطلح قداني انا يعني بقدم عليها وما بعرفش هو ايه الكريتيريا بتاع خلاص يعني ده دي حاجة او او مصيحة تعرف بس ال اللي حكوا فيها فين الكريتيريا بتاعت الناس اللي انت هتقدم لهم ايه هي بتاعتهم وهل هم بيعملوا دوت فور فري خلاص كمنح ولا هياخدوا نسب من الشركة بتاع الكريتيري دي حاجات لازم حضرتك وحضرتك تفضطها في دماغك قبل ما تقدم على اي انتيبيتر بعد كده بقى بتيجي المرحلة اللي هي ايه السيريس بقى بتاعت الفانز الى IPO فاكرين ستنقول لكم IPO اللي هي البورصة بقى وتبقى في public market اشتغلنا على وحاولت اخب حضراتكو في رحلة كده بنشتغل على customer discovery اللي هم دي نفس الخطوط اللي احنا تتلمنا عنها جماعة بس ايه بطريقة يعني مختلفة ده customer development ماب اعمل حد اسمه Steve Blank عمل كتاب كامل على الجزية دي انصح حضراتكو ان انتوا تقروا يعني فاكرم على customer discovery customer validation وال customer creation ثم company building او starter building لافيش مرحلة جماعة قبل يعني فيش مرحلة هتقدر تعملها skip لازم كل مرحلة حضراتك تشتغل عليها قبل المرحلة كلمة pivot ديت هي اللي ايما عليها جزء ال validation انا بقى validate او بجرب علشان اما ان انا بقى proceed الخطوة اللي بعدها او ان انا بقى pivot خلاص ارجع بقى او غير الافتراضات اللي حضراتك تشغال دي اكبر الاخطاء اللي بتقع فيها للتارتابس واللي بتخبر للتارتابس تقفل اكبر سبب اكبر سبب هو ان حضراتك وحضراتك بتعملوا حاجة محدش عايزة او انا ببقى مضفنة بفكرتي او بمشروع التخرج او بالبحث بتاعي جدا 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 بس مفيش حد عايز يشتريه فده علشان اتغلب عليها لازم ارجع بقى الجزء بتاع customer need تاني سبب hiring poorly اللي انا كنت بتكلم عنه من شوية خلاص لازم اعرف لازم اقرب لازم احضر workshops courses كتير علشان اخطار الناس اللي تقدر تكمل ال experience اللي عندي تقدر تكمل ال skills علشان يبقى الشركة فيها حد بيفهم technical فيها حد بيفهم في ال business فيها حد فيها حد بيفهم في الماركت فيها حد بيفهم في كل دي عناصر لازم تبقى موجودة في الشاكر لحضراتكم جدا 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 دي يعني وسائل التواصل اللي ممكن اتواصل بها ما حيكو سوى من خلال الايميل او linkedin او فيسبوك سعيد ان انا كنت موجود معاكو النهاردة اتمنى انه تبقى افادت حضراتكم طبعا احنا نتكلم فيه كبير جدا 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 بس احنا حاولنا يعني نسهله او نختار المين اللي تقدر توصل حضراتكم لعمل شكرا 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 جزيلا لحضرتك محضرة فعلا وكانت سهلة وثالثة وواضحة جدا انا هبدأ بالاسئلة معلش الموجودة على التشات وبعدين هناخد الناس اللي عاملة بيزهان فيه كان اول سؤال يعني ساعت مع حضرتك ما بدأت خلص انه زي ابدأ الفكرة فهل ممكن الفكرة تبقى تطوير لفكرة موجودة لو انا حابب ابدأ ستارتوب اه طبعا ممكن تبقى تطوير للفكرة اللي انا موجودة بس برضو بصوا جماعة خلي بالكم من حتة معينة لو انا فيه شركة معينة وعندها بزنس معين والبزنس ده ناجح وانا عندي فكرة تطوير على المنتج هذه الشركة او السيرفيس اللي بتقدمها الشركة لازم احط في بالي حاجة معينة هم ليه ما عملوش الخطوة ده خلاص انا بقولك ممكن تشتغل عليها بس لازم تاخد بالك في الحتة ده هم ليه ما عملوش الخطوة الزيادة ده هل مجاش في فكره هل لقيوا ان ريسورش اللي هيحتاجوها اكبر بكتير من البروفيت او اللي هياخدوها من عمل التطوير ده لكن الاجابة الجنرال ايوة بس التفاصيل محتاجة تدرس بشكل جيد كمان السؤال التاني اذا كان في الكريتي كويسة يعني ومؤثرة وكده ازاي اسهل طريق ان هو يوصل للماركت بشكل سريع يوصل للماركت بشكل سريع قصده انه يبيع ولا قصده انه يعمل اوصل للماركت اللي احنا اتكلمنا فيها ان انا بصوا باختصار بقى علشان ييجي بيع علشان ابيع الموبايل اللي انا مسكه ده خلاص لازم يبقى عندي رايت برودوكت لازم يبقى عندي رايت شانل لازم يبقى عندي رايت كاستومر لازم يبقى عندي رايت برايس لو في حاجة من الحاجات ديت مش مزبوطة مش هيتبيع خلاص عارف الكاستومر بتاعي عامل ايه هو الماركت عندي استراتيجية تسويقية عندي بودجت تكافر الاستراتيجية التسويقية ديت عامل بشكل صح عامل بشكل صح لانه بيبقى احيانا جزء كبير من المشاكل بتبقى في هتقدر تبيع لو فيه واحدة غلط من دول عملية البيع مش هتتم مش هتتم بالزبط هو برضو بقيت سؤاله انه هو ازاي تجنب بقى الوقوع المفاجئ وحتى بيدرب مثال بشركة نوكيا وحتى لو وقع طب ازاي بقى يرجع بشكل تاني تاني انه هو بيعمل افديت طول الوقت للبزنس موضل بك اهم حاجة جماعة انه لو انا بقف البيزنس موضل انا مبقفش على مرحلة البيزنس موضل يعني انا اريد البيزنس البيزنس موضل يعني انا بعمله بنفسي ولا بعمله من خلال سؤالي للعملة ولا التطورات اللي بتحصل في الماركد نوكيا افلت ليه او كوضاك افلت ليه او الشركات اللي احنا كنا بنسمع عنها وكانت في يوم الايام بالنسبة لنا يعني تايكونز الشركات دي اتقفرت لما عملت حاجة رحلة لما ما سمعتش من لما بدأ يطلع معاها كده منفسين صغيرين وما خدتش بالها منهم بدأوا يطلعوا معينة وهما مصممين ان بتاعهم هيفضل اللي اللي بطلوها ان هيفضل يشتري مني ما بقيتش موجود لان حضرتك مش محتكر السوق وفيه كتاب كده يا جماعة اتمنى برضو حيكو تقرؤه اسمه zero to one zero to one المؤلف بتاعه هو المؤسس بتاع linkedin خلاص او بتاع linkedin اتمنى ان انتو تقرؤه خلاص لانه هنا بيتكلم على ازاي ان انا start by dominating a small market خلاص ان انا بشتغل على ماركت صغير وان انا احاول اعمل حاجة اسمها monopoly احتكار احتكار في ايه ان الحطة اللي انا بقدمها لي محدش بيقدمها غير خلاص اسمه zero to one تمام السؤال التاني شركة امازون لما دخلت السوق كان لها نصيب اكبر من كل حاجة وبالتالي اثرت على بعض المجالات التانية ازاي بقى لو هو عنده شركة في المجال و ازاي to survive وانه مثلا ما تجيش الشركة زي امازون تشتري ازاي يتعامل مع الحيثان اللي موجودة في السوق ويحافظ على نفسه في حصته السوقية يعني يبقى وما تجيش شركة تانية تشتري هوافر ان انا بحس يا بشماند زي ما حضرتك ما قلت انه at the end انه انا ممكن بسيرفايف للاخر او ان انا اصلا ببيع خالص شركتي اللي شدت تانية وده عادي ومشور بص السؤال سؤال كبير ومحتاج دراسة سوقية كبيرة بس خلينا اقولك على حاجة موضوع دخول لامازون او سوق قبلها كان حاجة موجودة وبتتعامل معها يعني امازون لما دخلت هو كان سوق قبلها بقاله اكتر من كذا ساعة بس يمكن الجديد بقى اللي عملوا امازون ان حضرتك حتى لو شركة صغيرة خالص دلوقتي اي حد تقدر تبيع من عليك بروباتس بتاعك ازاي بقى ان انا اختلف عن امازون لا ده محتاج بقى شغل كتير من حضرتك لانه امازون شيء نقمق بينا بسيربس اللي هو طريحها جديد دلوقتي بقى عنده مقر او مخزن عظيم موجود في مصر في الاسعار في طريقة التوصيل او في سيبقى صعب انا رأيي ايه ما قدرتش اقول لك رأيي معين لانه دايس دراسة للسوق كبيرة جدا 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 ومحتاج انت علشان تكمبيت مع امازون محتاج فلوس كتير طيب لو مش مطافرة الفلوس هبدأ ابعد عن امازون يعني ابعد عن امازون اشوف والله كمية السيربس اللي امازون بيعملها ايه ايه هي الجابس اللي موجودة في السوق وليلسه محدش اشتغل عليها ودي اللي انا هشتغل عليها انا لو ما كانت كعمل كتير لكن مش هاصر الفلوس زيادة علشان اكمبيت امازون انا مهما عملت مش اكمبيت امازون ايه المعايير اللي بتحطها المؤسسات الداعمة اللي كده يدعم المادي علشان للناس اللي بيعملوا ستارتاب هل في معايير في معايير اكيد في معايير على حسب طبيعة البرنامج يعني مثلا لو انا بقدم في انكيبيتر خلاص في انكيبيتر ولتكن مثلا انكيبيتر الخاصة بيه مركز الابتاع التكنولوجي وريد تبعمال تيك او رواد النيل مبادرة رواد النيل او بعض الناس اللي انا يعني ايه بشوفهم او متابعهم يعني علشان ابقى اواخد انا مش بس بطلب من حيك البيزنس موضل انا بطلب من حيك البيزنس بلان البيزنس بلان ده انا لو اتكلم في الانكيبيتر يعني بيزنس بلان دي بقى عظيم جدا 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 تقدر تشتغل عليه تقدر تشوف كورس بقى او تشوفوا على جوجل بيزنس بلان بيبقى مطلوب مني يعني الانكيبيتر زي ما مش بتحط فلوس في ايديا يعني لسه مش ايديا في الماري وهعيز فلوس عليه لازم تبقى عمل البروتوطايف اللي احنا اتكلمنا عنه بيزنس بلان بروتوطايف الافضل طبعا ان انا اعمل الافضل طبعا ان انا اجربت او اعملت عملية بيع تمام كل واحدة من دول كل مع هيئة بتدعم لستارتر عندها كل برنامج على الويب سايت بتاعهم موجود عليه الكريتيريا او الشروط لكن لو انت بتكلمي عن الناس اللي بتدي فلوس فهو مش هيدي لك فلوس في فكرة وهيدي لك فلوس في بروتوطايف في بروتوطايف بيزنس اعمل البيزنس plan مش بس البيزنس model اللي موجود تمام جدا احنا بس عشان الوقت برضو هناخد الناس اللي عملا ريس هاند محمد حمد الله ممكن تتفضل تمام انا اول حاجة طبعا سشان كان مسبق جدا بالنسبالي وشكرا جدا حضر شو عندس السؤال الاول هو لازم تكون المنتج بتاعي بيستسفى نييد ولا ممكن يكون بيسولف problem مثل مثلا المترجم او علاقة بالبيئة يعني ممكن الكاستمر مش مهتم مثلا ان البرودكت يكون صديق للبيئة او لا ممكن في الاول الاخيرة او في نوع معايا من الكاستمر ممكن مهتم بالجزء ده بس اعتقد انه مش عدد كبير دي نوطة النوطة الثانية خاصة بحقيقة لو بقدم مثلا ثلاث منتجات لازم افوكس على ثلاث منتجات اللي تدل بعض لازم افوكس على منتج واحد ولا بادئ ولا ممكن مثلا الانش اثنين او ثلاثة بكاستمر سيجميل مختلفة خليني خليني اجاوب واحدة واحدة بس لو سؤالك الاول انه بيستخدم او بيسول بروبلم هي مفيش حاجة بتسول بروبلم الا لو كانت البروبلم دي كانت تسببت لي الم فالالم دوت كان بناء على احتياج انا مش لقيله حل خلاص فهم كلمتين مترادفتين لبعض حتى لو كان حاجة زي الجزء بتاع الانبيرومنت او ان انا بشتغل على حاجة انبيرومنتال هيئيا صحيحة هتلاقي ده النيد ممكن يكون عند الحكومة النيد ممكن يكون عند شركة كبيرة بس دانية خلاص تقايم على مشكلة فما تفصل التعريفين من بعض تمام الحاجة التانية انا لو عندي 3 اربعة وانا اقدر اشتغل فيهم دلوقتي انا احبز ان حضرتك ترتبهم من الاولى الاكبر الاكبر وابدأ بلدك لان حضرتك ما عندكش الريسورس الكافية علشان تبدأ تنتج 3 برودكت وتعمل لانش المرة واحدة لان هنا الريزك هيتضاعف 3 مرات بدلا انا كنت باخد ريزك على برودكت انا باخد ريزك على 3 برودكت خلاص اللي بيقول لك دوت حتى لو كانت على فكرة البرودكت ديت هتبقى بعد كده مرتبطة ببعض اتفرج على حتى الشركات الكبيرة ما بتنزلش برودكت كلها مرة واحدة خلاص بتاخد فترة بتنزل برودكت ببعض علشان حجم الريسورس وحجم الانفستمنت على الاران ديت اللي موجود عندهم لكن بالنسبة للستارتاب قدرتك start small start focusing وزين بقول لك start by dominating a small market اشتغل على ماركت صغير ابدأ انجح فيه وكبر شريحة العملة بعد كده وهكذا على نقطة نقطة خيرة خاصة في نقطة جميلة جدا حرطها خاصة بالبرجابيليستيك موديل ان انا ابدأ اشوف رأي العملة بان انا مسلا سيجيب معي بطايم سي ان انا بطارجت حاجة في الريال استيت اندستري ان انا اكون عامل زي موديل صوية وابدأ بيها السامبل معينة وابدأ اخذ الفيدباك من السامبل بتاعتي وابدأ ابدأ بيها مثل استوغرام او اي موديل ما عندكش وي تاني غير ان انت تتأكد من الماركت يعني انا عايز اقولك انه انا اشتغلت في شركات ليها علاقة بالماركت ريسرش لشركات كبيرة حتى الشركات المارتيناشنال بتعمل ماركت ريسرش بتعمل سيربيز بتعمل فوكس جروبز بتعمل برايماري وسيكندري ريسرش كل ده ليه علشان تقدر تطلع باقرب الحاجة او اقرب انواع او سيربيز للكاستمر محتاجها او عايزها لكن انا متفق معاك على فكرة في الجزئية بتاعت انا الشباب كتير بيجوني قولولي وضاه احنا الكاستمر مستنينا واحنا خلاص هننزل لا فيه فرق ما بين ان انا بسأل الكاستمر هو ده عجبك ولا لا دلوقتي وبين الشراء خلاص هتشتريه او هتستخدمه لو انا عامل حاجة لريال استيت كومبانيز يعني لو بتاعت الريال استيت بتشتري السيسم بتاعي فانا مش بس ان انا بسألهم لا انا ممكن امضي حاجة عشان كده فيها اسمها الليتر او انتنت خلاص ممكن امضي معهم الليتر او انتنت حيث انا لما اروح لانكيبيتر او ايه دي يا جماعة انا ماضي عشرة لتر والناس دي مستنين الفاينال بتاعي خلاص عرفت اخد منهم عرفت اعمل وانت هتاخد بالدسكاونت معين او هتاخد بفترة سماح او فترة لمدة معينة بس في مقابل ان انت تنضي معي العقد دلوقتي ان العقد يبقى ستة شهر او سنة ده وبيحصل بس ان انا ابقى قاعد من غير مسأل حد وبشتغل مع نفسي ده موضل انا ما بحبوش يبقى ممكن تارجة في الاول بشكل اكبر على حسب على حسب على حسب بتاعك هل هو تارجة او بتاعك بي تو بي بزنس تو بزنس ولا انت بتستهدف الكستومر او العاديين وعلشوان بس احنا بدانا ناخد من وقت البيت فاخر سؤال محمود نصر وبعد اتنا سؤال واحد تمام يعطيك العافية استاذ احمد انا بس كان عندي سؤال انه حاليا يعني الواحد مثلا انا عندي فكرة وعندي عامل بزنس مودل اله تمام وعارف اش بد اتساوي في المستقبل والانشطة الرئيسية تقريبا موجودة ولكن الانشطة بالتفصيل يعني لما بد ابدأ اخش انفد في المشروع تابعي فبقول يعني انه ايش بدى اصاب بعد ماشي اعملت مثلا واحد اتنين ثلاث بعد ايش بدى اتساوي ابدأ يعني طيب اللي انا فهمتوا احنا عندنا بزنس مودل واضح صح بس اللي انا حسه او اللي انا شايفه انه انا مش قادر اخد خطوات بعض البزنس مودل طيب هل انا مش قادر اخد خطوات بعض البزنس مودل علشان اللي فلوس يعني انا ما عنديش كافية ان انا اعمل طيب هل ما عنديش التيم بتاعي اللي يساعدني علشان اكمل ممكن برضو اه ما هو انا مباشتغلش الواحد وعلى فقرة جماعة اي حد بييجي بيقول على نفسه انه بالنسبة للمستثمرين لان الشركة اللي قايمة على شخص واحد لقدر الله الشخص اذا حصل له اي ظرف الشركة مش موجودة فاعتقد ان حضراتك محتاج ان انت تشتغل او تنائي التيم المناسب اللي يقدر يساعدك او يكمل الخبرات اللي عندك علشان توصل للسوق انت واقف في مرحلة الورق انا عامل ورقي بشكل كويس من وجهة نظري طيب الورق دوت محتاج ان انا اعمله الوحدي طيب انا عندي الراية هل انا رحت سألته لأ احنا محتاجين يا جماعة احيانا في ناس محتاج انها تشتغل وانصحك لو انت مش قدر تعمل ده لو وحدك في برامج بتبقى تبقى تبقى برامج بتأهلك للاستثمار بعد كده البرامج دي بتشتغل معك شهر او شهرين وفيه برامج ثلاث شهور البرامج دي هدفها فيه على فكرة في رواد النيل وفيه في مركز الابداع تكنولوجيا ورد الاعمال تيك والبقاتي معظم الحاجات موجودة بشكل اونلاين فانت ممكن تقدم وتحضر يعني على حسب الاليجابلية طبعا او الكريتيريا بتاعت التقديم بس البرامج دي بتساعدك او بتزوقك ان انت تعمل الحاجة على الارض خلاص وبتبقى معاك سلسلة من او مجموعة من المنترز او الموجهين الموجهين دول يقدروا يساعدوك باستشاراتهم لان انت محتاج برضو في الشركة احنا مش مشيد لوحدان لازم عندك منتر عندك كوتش بيشتغل مش معاك ولكن بيوجهك وبتقدر تستفيد من الخبرات بتاعته في مجال البزنس بتاع لكن ان انا ابقى قاعد اواقف بس في مرحلة ان انا معايا ورق كويس مش ده اللي هيجيبلك الاستثمار شكرا جديم بس طلب بس احمد بنشكر حضرتكم في وقت خلاص احنا بنشكر حضرتك جدا على المعلمات القيمة اللي هساعد اي حد انه يبدأ انه يحطوا اصلا رجلية على الطريق وزي ما باش مهندس احمد ما قال لكم انه في اماكن كتير ممكن نبدأ فعلا ان احنا اللي هو self learning بقى وان احنا نعمل self development بنشكر حضرتك جدا وبشكر حضرتكم معايا الساعة واحدة للبريك شكرا جزيلا ويعني اتمنى ان شاء الله ان تبقى افادة الشباب وgood luck لكم جميعا شكرا لكم كانت رقعة شكرا لحضرتك هترجع محا الله ساعة واحدة مع شكرا لحضرتكم جدا ونشوفتم على الخير السلام عليكم بقد manière ما عسك اشتركوا في القناة